بعد مؤتمر الأساقفة الذي ينظم نهاية كل عام وبدعوة كريمة من رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو جاء أساقفة الكنائس الكاثوليكية لتقديم التهاني بمناسبة دخول العام الجديد 2023 وخلال ساعتين من اللقاء ناقش رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو مع رجال الدين المسيحي قضايا السلام والأمن ومساهمة الكنيثة الكاثوليكية في تعزيز الوحدة الوطنية أسقف مدينة أنجمينة القيس إدمون جيتينغر قال إن اللقاء كان أخويا وسمح لهم بتقديم رسالتهم لرئيس الجمهورية الذي تقبلها بصدر رحب هذا ما أكده أيضا أسقف مدينة مونغو القيس فليب أبو شين أنا فراني نشان اليوم الرئيس آزمانا ويواجي لنا رسالة ونينا كلنا ندورو نسلومو نبارو كوليا لسان الجديد أول مرة هو شافاء أفغنا كل الحاجة أنا نتواجد في كل الحاجة إرفانا ونسلومنا بارك لنا و أعجينا لكيكيف كاني سالكتوكليكيا تنقش تقدم في السلام الأفك ومع رجالنا دين يقدم كيكيف شادين يقدم أمبناطم يخورب نفسهم ويقدم سوا ويقدم مثل أخوان في الدار هذا اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع رجال الدين المسيحي جاء عقب مؤتمر الأساقفة الذي عقد في نجمينا في السابع والعشرين من نوفمبر وحتى التاسع من ديسمبر من العام الفين واسنين وعشرين